السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مقابر قريتنا نتحدث اليوم عن ما يسمى دفن الموتى أو مأساة قابيل يا سادة في البداية نتذكر قوليه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل إذن الموت والحياة هو ابتلاء نعود إلى مأساة قابيل ونقول انتهى الصراع بين الأخوين يابيل وقابيل بقتل قابيل لأخيه يابيل وتبدأ مأساة قابيل وحيرته بعد قتله لأخيه ماذا يفعل بجسة أخيه؟ بالطبع لا بد من دفن الموتى في باطن الأرض سواء كانت لإنسان أم لغيره والإنسان تعلم هذا الدرس من الغراب ولذلك كان الدرس وافيا فقد بعث الله غرابا ليحفر في الأرض ويدفن أخيه أخاه الغراب الميت فالمولى سبحانه وتعالى أراد أن يكون الدرس على يد غراب إذن دفن الموتى سنة سنة طيبة ويقول رب العزة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم سورة المائدة الآياتان 30 و 31 إذن رب العزة في سورة المائدة يتحدث عن الدفن أو أواري سوء أخيه أو أؤد أدفن والسوء هي العورة والمراد الجثة فأواري سوء أتأخيه إذن القرآن الكريم تحدث عن الدفن وعن المدافع نقول لهؤلاء الموتى السلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون